موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بدبت مع التفاعل الثالث بالمركبات العضوية وهو تفاعل الاستبدال هذا تفاعل الاستبدال تفاعل يتم في استبدال استبدال ظرة أو مجموعة ظرة أو مجموعة في مركب بظرة أو مجموعة في مركب آخر الاستبدال حندرسه في الألكانات في الكحولات في هليد الألكيل الأولي لأنه الثانوي والثالثي بتفاعلوا بالحذف في الحمود الكربوكسيلية نبدأ الآن بالاستبدال في الألكانات الاستبدال في الألكانات هذا بسموه الهلجنة ليه؟ لأنه بتدمي الاستبدال فيه محالوجين مثل كلور بروم اللي بنرمز لها اكس يتفاعل الألكان بالاستبدال مع الهلوجينات مثل CL2 أو BR2 بوجود الضوء بوجود إيش؟ الضوء هذا الضوء يعمل على كسر الرابطة بين ضراتي الهلوجين يعني الضوء بنستخدمه حتى يكسر رابطة بين ضرتين هيدروجين بين ضرتين هيدروجين يعني بين ضرتين CL2 أو BR2 حيث بتحل هذه ضرة الهيدروجين اللي انكسرت بتحل محل الهيدروجين في الألكان لينتج هاليد الالكيل زي ما احنا شايفين هاليد الالكيل أمثلة CH4 الكان بتفاعل مع CL2 بوجود الضوء شو بده يصير؟ لاحظوا في الناتج الناتج أمامكم له CH4 صارت CH3 راحت منها الهيدروجين وأجر بدالها كلور والناتج الإضافي HCL لأنه بتاحظه أربع ضرات هيدروجين وضرتين كلور بتحل ضرة كلور محل ضرة الهيدروجين هاي فالهيدروجين بتصير ثلاث هاي ثلاث الهيدروجين في النواتج بتيجي ضرة كلور والHCL اللي نتج نتج ثانوي أو إضافي مركب غير عضوي شوفوا الإيثان CH3 CH3 BR2 الآن BR2 الضوء الموجود بكسر الBR2 بصير عندي ضرتين BR ضرتين BR ضرت BR بتحل محل اله هاي أو هاي اله ودائما نحن بنحب نأخذ من الأخير الإحلال في الأخير يعني في ضرة كربون الأخيرة حتي يطع المركب معاي هليد الكيل أسميه بسهولة شوف بتحل روح H بصير H2 بجبدا لBR ها شايفين النواتج CH2BR زائد HBR وهكذا يستمر التفاعل يعني المبدأ إنه ضرت هيروجين بتحل محل ضرت هيدروجين ها بروبان CH3 CH2 CH3 بتيجي CL2 CL بتحل محل H هاي CL بدل ما صار عندي في الأخير CH2 CH3 صار عندي CH2 CL هذا هو الاستبدال في الألكان الاستبدال في الكحول الاستبدال في الكحول الكحول طبعا بتتميز بمجموعة OH كيف بتتم التفاعل بالكحول الكحول بتفاعل بالاستبدال بجميع أنواعه يعني جميع أنواع الكحول أولي ثاني وثالثي بتتفاعل بالاستبدال مع H X ها مع H X ها مين إذن الهال الكان بتتفاعل مع X2 بالاستبدال الكحول بتتفاعل مع H X بالاستبدال وذلك طلع لحظة بالنسبة للكحول وبتحل محل ضرر الكحول طبعا بتتميز بمجموعة OH كيف بتتم التفاعل بالكحول الكحول بتتفاعل بالاستبدال بجميع أنواعه يعني جميع أنواع الكحول أولي ثانوي ثالثي بتتفاعل بالاستبدال مع H ها مع H ها مين إذن الهال الهال الكان بتتفاعل مع X2 بالاستبدال الكحول بتتفاعل مع H X بالاستبدال وذلك طلع لحظة بالنسبة للكحول وبتحل محل ضررة X من H X محل مجموعة OH في الكحول ها يعني شو اللي بتصير انو ضررت الـ X هاي اللي شايفينها انتم من H X من هذا بتروح منه الـ X بيجي محلها مجموعة H2O OH من الكحول اللي ينتج هاليد الكيل إذن نشوف بالتفاعل هاي الكحول CH3 وهي الـ CL اللي بتتفاعل معاه هاي طلع شو نتاج CH3 CL زائد الماء ها إذن حلت ها ضررت الكلور محل OH حلت ضررت الكلور محل OH في اللي بعده إي ثانول ها الـ OH مع HCL بتتحل ضررت الكلور محل الـ OH ضررت الكلور محل الـ OH هاي شو بتصير هاليد الكيل CH3 CH2 CL زائد H2O زي ما لاحظين يعني استبدال نستبدل الهالوجين بمجموعة الهيدروكسيل ها حتى لو كان ثانوي ها الـ HBR ستحل محل OH هاي الناتج هاي الـ PR صارت محل OH وبدو ينتج ماء من الماء لأنه مع OH اللي ضلت بعطينا ماء حتى لو كان ثالث الكحول الثالثي هذا بتحل الـ PR محل OH هاي الناتج ها هذا صار هاليد الكيل ثالثي زائد الماء هذا الاستبدال في الكحول إذن الاستبدال في الكحول زي ملاحظين الكحول بتعرف إنها بتتفاعل بالاستبدال مع HX بتتفاعل بالاستبدال مع مين مع HX وبتحل الـ H محل له H زي ما مر معنا الألكان بتتفاعل مع X2 وبحل الـ H محل الـ H الاستبدال في هاليدات الألكيل الأولية ليش هاليدات الألكيل الأولية لأنه الثانه والثالث بتتفاعل بالحذر تتفاعل هاليدات الكيل الأولية بالاستبدال مع مين مع قاعدة قوية مثل KOH وممكن أختصر KOH أحطه OH- بدأت حطها OH- أو ROH وبختصره على RO- RO- أي RO- الاستبدال مع KOH- يعطي قحول الآن سواء كان عندي KOH أو H إلو H- إلو H- بدأت حل محل إيش هاليد محل هاليد 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 C-H-3 C-H-2 هاي كلها هاليد الكيل أولي بتيجي الو H- محل I وهاليد و H- محل I شو صار عندي بدي انتز عندي قحول وشو بتظل عندي ناتج ثاني K-I 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 ولو ما كتبتو هذا K-I ما بهمنا بهمني أن الكحول الناتج زي ما أنتو شايفين بعدين عندي هاليد الكيل C-H-3 C-H-2 B-R مينوس معه H- ممكن اكتبه H- ها المهم لو H- بتحل مع الBR بعطيني كحول C-H-3 C-L مع K-H شو أنا بدي له H- بتحل محل C-L و C-H-3 C-H-2 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 B-R معه H- بتحل OH- زي ما نشايفين محل الBR وبنتج عندي هذا الكحول يعني أنا عندي الآن هاليدات الكيل هاي بتفاعل بالاستبدال مع ألف اللي هي K-H أو قاعدة قوية وبتتفاعل مع R- اللي بتيجي مثلا من كحول بنشوف هنشوف كيف بنحضرها من كحول لتعطي Ether الاستبدال مع R- اللي يعطي Ether الحصة الجاي بنكمل من عند هاي النقطة إن شاء الله